نصيحة عجلة من وزير التربية والتعليم لكل طلاب أولى سنوي وبعد ما صرح الدكتور طارق شوقي أن امتحان أولى سنوي التجريبي نجح بنسبة 98% فبيوجه نصيحة بقى للـ 2% لأن وزير التربية والتعليم بيأكد يا جماعة أن نسبة النجاح تخطط الـ 98% فالأسير بقول لكم يالـ 2% اللي ما دقلتوش الامتحان اللي وجهتكم مشاكل خلال الامتحان اليوم الأول للتدريب على التابلت بالهدوء والتواصل مع تطوير التكنولوجي بالمدرسة لمعرفة حلول أي مشكلة بتواجهك والوزير في رسالة بيوجهها بيناشد أولا الأمور بالهدوء وسوف نتعامل مع جميع المشكلات المستغرب منين هنواجه المشكلات وانت قلت ما فيش مشكلات وكان طلاب أولى سنوي قدوا الامتحان التجريب على التابلت وقالك نسبة كبيرة جدا بحوالي 72% تدخلوا على الامتحانات يا طارق دكتور طارق فعلا هي دي الحقيقة 98% نسبة نجاح الطلبة النهاردة في امتحان التابلت أتمنى أتمنى أكون أعلى من كده وأتمنى أكون 100% بالميتين في المية بس ما يكونش في تعليقات احنا بنشوف تعليقات ما دخلناش السيستيم اللي امتحان ما جاش مش عارف إيه أنا مش عارف هو مين اللي دخل الامتحان ومين ما دخلش اكتبوا لي في التعليقات هل فعلا الامتحان كان كويس معكم الامتحان اخباره ايه ودي نصيحة من وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي لكل الطلاب اللي وجهتهم مشاكل لهم الاتنين في المية لهم أقالي من الاتنين في المية يعني اكتبوا لي في التعليقات واعرفوا النصيحة واعملوا لدكتور طارق بولعليم كان معكم مسامر رزق مؤسس اي جاندرس اشترك في القناة وفعل الجرس لكل حتى يصل الجماعة شعرتنا أول بأول في أمان الله